أهلا بكم يلقي تراجع أسعار النفط بشكل حاد نهاية الأسبوع الماضي بذلاله على الفوائد المالية للدول الخليجية المنتجة والمصدرة للخام وتتباين نقاط تعادل أسعار النفط المدرجة في الميزانيات الخليجية للعام 2021 وذلك تبعا لمقدار اعتماد هذه البلدان على الخام ضمن حسابات ناتجها المحلي هزة المفاجئة تلك التي شهدتها أسواق النفط العالمية نهاية الأسبوع فهبوط سعر الخام بنحو عشرة دولارات في يوم واحد يعني الكثير للدول المنتجة ذلك أن حساباتها المالية استبعدت هذه المفاجأة مفاجأة تأتي قبيل إزدال الستار على عام قفز فيه سعر البرميل بنحو 62% طبعا قبل هبوطه الحاد الأخير تطرح تساؤلات حول السعر المرجعي لبرميل النفط والذي بموجبه أقدمت الدول الخليجية المصدرة للخام على وضعه كنقطة تعادل في حسابات ميزانياتها للعام الحالي السعودية المنتج القيادي في منظمة أوبيك والدولة الساعية لتنويع موارد اقتصادها المشبع بالنفط أخدمت هذا العام على اعتماد سعر 66 دولارا للبرميل من أجل الوصول إلى نقطة التعادل في ميزانيتها خطوة جيدة من قبل المملكة ذلك أنها أرست سعر قده 76 دولارا خلال الموازنة السابقة خلافا للنهج السعودي رفعت الكويتو مستوى نقطة التعادل في ميزانيتها الراهنة إلى 56 دولارا للبرميل الواحد بزيادة طفيفة قدرها دولار واحد هو تغير طفيف لكنه مؤثر على صعيد حسابات البلاد التي تصدر يوميا أكثر من مليوني برميل من الخام من جهتهما الإمارات وسلطنة عمان تعتبران أي سعر للبرميل فوق مستوى 67 و74 دولارا على التوالي يفوق نقطة التعادل لديهما أما البحرين فهي حالة خاصة إذ لا يرضيها هبوط الخام دون 86 دولارا لضبط إيقاع حسابات الميزانية الراهنة قطر الدولة المعتمدة بشكل رئيسي على صادرات الغاز تبدو في وضع أقوى من جاراتها الخليجيات في حسابات الخام فالدوحة التي تنتج 800 ألف برميل يوميا فقط تصل فيها نقطة تعادل النفط عند 51 دولارا التهاوي الأخير لأسعار النفط يذكر الدول الخليجية مجددا بمصاعب رهن حساباتها المالية له كما يذكرها بضرورة الإسراع في تنويع موارد اقتصاداتها قبل أن يستغني العالم عن مورد طاقة يتهدده النضوط وأناقش هذا الملف مع ضيفنا من عمان الأستاذ هاشم عقل الخبير في مجال الطاقة والنفط أهلا بك أستاذ هاشم بداية كيف سيؤثر هذا الهبوط الحاد والمفاجئ على حسابات ميزانيات الدول الخليجية المنتجة للنفط مساء الخير أولا الهبوط الذي حدث أول أمس قد لا يستمر هذا الهبوط لأنه حدث بسبب ظرف طارئ وهو الفيروس المتحور من جنوب إفريقيا وهذا الفيروس قد يمكن السيطرة عليها في مترة قصيرة وتعود الأمور إلى سابقتها ما زالت المراجع النفطية خاصة المحللين وأصحاب الدراسات المتخصصة يتوقعون أن نرى سعر برميل البترول مع نهاية العام فوق التسعين دولار أو يعني تسعين دولار هذا السعر المحدد والهدف الذي سيصله بسبب أن عودة النشاط الاتصادي عالميا نشطة جدا وزيادة الطلب المرتفع على البترول والعودة إلى مستويات عام 2019 وأيضا هناك تحديد وسيطرة على الإنتاج وحصص الإنتاج والقيود الصارمة التي فردتها أوبك على أعضائها حدت من المعروض في الأسواق وبالتالي حافظت على سعر مرتفع وهناك مشكلة أخرى تعاني منها الدول المنتجة للبترول وهي قلة الاستثمارات الواردة للبترول وأيضا قلة الموارد المالية لصيانة الأبار القديمة حتى تصل لإنتاج جيد وهذا ما تعانيه بعض دول أوبك أنها لا تصل إلى حصتها المقررة لها حسب الحصص المقررة من اجتباعة أوبك وبالتالي دول الخليج تتفاوت من بلد إلى آخر حسب عدد السكان كلما كان عدد السكان أكثر كنما كانت المشكلة أكبر طبعا بالإضافة إلى الأخبار عن متحور كورونا الجديد ولكن هل سيد هاشم هل هناك أي صلة بين تراجع أسعار النفط الخام وما أعلنه بايدن الأسبوع الماضي من استخدام احتياط النفط الخام في الولايات المتحدة هل هناك أي صلة بين هذين الأمرين لا يوجد أي صلة بالعكس ما أقره بايدن من تحرير المخزون الاستراتيجي أولا نتحدث في التفصيل هناك 18 مليون برميل من هذا التحرير حررت في عام 2018 وبالتالي يبقى لدينا 32 مليون برميل وهي استهلاك الولايات المتحدة في يوم ونصف واستهلاك الصين في يومين هذه الكمية عندما تحدث عنها وترح عمليا منها فقط 3 مليون برميل لكن النتيجة كانت عكسية أدت إلى ارتفاع أسعار البترول وبالتالي هذا تأثير سطحي يحاول بايدن بكل الطرق أن يؤثر على الشعب الأمريكي خاصة أنه مقبل على انتخابات نصفية ومحاولته بأي كل الوسائل خفض أسعار البنزين وبالتالي محاولته الضغط ومنادات أوبك أكثر من مرة قد تصل إلى مرحلة التوسل بزيادة الإنتاج ولكن أوبك تجاهلت كل لداءة بايدن وبقيت مصرة على الجدول الزمني المخطط له وهو زيادة 400 ألف برميل وفي حالة زيادة الضغوط على أوبك ولاحظت أوبك أن هناك انفلات في العرض قد تلجأ إلى إلغاء الزيادة الشهرية المقررة في 2 ديسمبر وإذا زاد الأمر سوءا قد تلجأ إلى تخفيض الحصص الأساسية إذن العملية التي قام بها بايدن مع الدول المستهلكة الأخرى الصين الصين اعترضت على الموضوع وقالت أنها ستعمل وفق بصلاحتها الشخصية اليابان والهند وبريطانيا وكوريا الجنوبية كميات محدودة جدا لا تؤثر بالعودة إلى تأثير هذا الهبوط على الدول الخليجية مرة أخرى يأتي هذا التذبدب في أسعار النفط ليذكر تلك الدول بضرورة الإسراء ربما في تنويع مصادر اقتصاداتها فهل هناك خطوات سريعة الآن لتدارك هذا التراجع؟ في العقل الباطن لأعضاء أوبكوم أن تجي البترول عامة هناك عام 2020 والانهيار الذي حدث في أسعار البترول ولن تسمح به مرة أخرى أعضاء أوبكزائد وبقية المنتجين يحافظون بكل الطرق على مستويات إنتاج محسوبة بحيث يكون هناك نوع من السيطرة على العرض والطلب وقد تضطر في حالة انخفاض الأسعار أو انهيار أسعار إلى درجات كبيرة كما ذكرت أن تلغي الزيادة المقررة في 2 ديسمبر الزيادة الشهرية 400 الفرميل حفاظا على كمية المعروض وموازنة الطلب في العرض والبقاء والمحافظة على سعر مرتفع دول الخليج العربي خاصة جدا مهم السعر المرتفع لهم خاصة في أن الجميع مقبل على مرحلة التحول لما بعد النفط وبالتالي يجب أن يكون وفر في هذه الميزانيات حتى يستطيعوا تمويل هذه عمليات التحول بعض دول الخليج من 2015 تعاني من عجوزات مرتفعة وزادت هذه العجوزات بنسبة 35% من القروض والسندات في 2020 بسبب كورونا هذه الدول بهذا الوضع المالي الجيد بنسبة مختلفة من دولة إلى أخرى يجب أن تأخذ بالاعتبار التحول إلى ما بعد عصر النفط وجميع المحللين شبه يجمعون على أن 2030 هو بداية انهيار أو تراجع العصر الذهبي إلى البترول وبالتالي يجب أن يبدأوا بعمل شراكات استراتيجية مع الدول ذات الاستهلاك العالي مثل الهند والصين كما فعلت السعودية بدأت ببناء مصافي في الهند واستثمارات متروب الموية في أمريكا أشكرك جزيلا الشكر الأستاذ هاشم عقل الخبير في مجال الطاقة والنفط كنت معنا من عمان